بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته و أهلا و مرحبا بكم في هذا اللقاء لم تكن فكرة النقد حاضرة في بداية تشكل الإنسان الحضاري أو ربما لم يكن ذلك منتشرا في كل تجمع بشري لكن الذي سجله التاريخ أن بعض هذه التجمعات كانت تقايض السلعة بسلعة أخرى و هي قيمة ثاوية في السلعة نفسها حتى ابتكروا بعد حين سك العملات من الذهب و الفضة فكانت القيمة مرة أخرى في العملة نفسها فصار في جيب كل واحد محفظة ثقيلة من النقود يدر حجمها لعاب الغاصبين و تحتم على الناس أن يفرضوا لأنفسهم حماية حين يستقرون أو يرحلون ثم جاء العصر الحديث فانتقلت القيمة إلى الأوراق النقدية و بقيت المحفظة الثقيلة تحت الحماية الدولية و عاد الإنسان مرة أخرى ليفتح في النقد موضوعا جديدا لا يحتاج إلى حماية المحفظات فلتكن العملة هذه المرة افتراضية مرسومة على صفحة ألكترونية تزيد كلما زادت الثقة و تنخفض كلما عدمت و انضاف شيء آخر العملة نفسها أصبحت سلعة في سوق التداول ما تحتاجه فقط هو متابعة الصعود فتشتري أو الهبوط فتبيع فهل هو مستقبل العملات الجديدة الرقمية و التدولية و هل يخطو العالم خطوات واسعة إلى قبولها و هل بدأ المسلمون يناقشون أحكامها الشرعية مع الوضع في الاعتبار أنها ستعتمد في يوم من الأيام أم أنها لا تزال فقط من غير غطاء دولي هناك معاملات رقمية و إلكترونية و معاملات كثيرة أخرى لا يزال الناس يجدونها تفاجئهم في كل مرة فما هي أحكامها و ما موقف الشريعة منها هذا ما نناقشه بإذن الله تعالى مع فضيلة الشيخ الجليل الدكتور كهلان بن أبهان الخروصي مساعد المفت العام للسلطنة رجينا منكم أيضا أن تشاركوا بدوركم عن طريق رقمنا الهاتفي 24945611 فأهلا و مرحبا بكم أهلا و مرحبا بكم فضل الشيخ حياكم الله و أهلا و سهلا بكم و أحيي الإخوة و الأخوات الذين يتابعون و أسأل الله تبارك و تعالى في مستهل هذا اللقاء أن يعلمنا ما ينفعنا و أن ينفعنا بما علمنا إنه سميع مجيب كذاك الله خير فضل الشيخ عندما نناقش موضوع العملات الآن تحدثتم سابقا أيضا في حلقة عن الفوركس و غيرها و سنترق هذا الموضوع مرة أخرى مع مزيد من التوضيح لكن في الشريعة الإسلامية عندما نناقش هذا الموضوع هل نناقشه لأنه لأن هذه العملات لا تتوفر لنبدأ بالبيتكوين هل هذه العملات لأنه لا يتوفر لها قطاء دولي مثلا أم هناك اعتبارات شرعية أخرى بسم الله الرحمن الرحيم و الحمد لله رب العالمين و صلى الله و سلم على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين اللهم افتح لنا باب رحمتك و انشر علينا ثواب حكمتك اللهم علمنا ما لم نعلم و فهمنا ما لم نفهم و أهلنا إلى الطريق الأقوى إنك أنت العز الأكرم و أنت الرب و أنت الحكم الجواب لنتفق على تسمية هذه العملات المرمزة أو المشفرة بهذه التسمية لأن البيتكوين هي نموذج نعم و هي النموذج الأظهر الأبرز الأشهر في العالم نعم فهي في عالم العملات الرقمية المشفرة أو المرمزة هي المتصدرة و هي الغالبة و هي الأشهر نعم مع وجود أكثر من 15 مليون عملة أخرى نعم لكن مع ذلك فالاسم الجامع أو الوصف الجامع لها أنها عملات مشفرة إلكترونية أو رقمية مشفرة مرمزة نعم بالمصطلح باللغة الإنجليزية إن كريبتو كارنسي نعم فكل ما صدق عليه هذا الوصف فهو داخل في الضوابط الشرعية التي سيأتي ذكرها و سبب البدء بتحرير هذا الوصف هو أن في عالم اليوم هناك الكثير مما يظن أنه من العملات الرقمية المرمزة لكنه على الصحيح ليس كذلك ما هو إلا احتيال و خداع و تغرير و تضليل للمستهلكين نعم و لهذا فلا يسري كلامنا على هذا النوع لأنه لا يصدق عليه أنه من العملات المشفرة أو الرقمية المرمزة نعم هذا هو الذي ينبغي أن يضبط و لا طاقة لنا أن نتناول أفراد هذه العملات اليوم أنا الذي اطلعت عليه أن المشهور على المستوى العالمي هي خمسة آلاف عملة نعم و هذه لعلها التي صدق عليها وصف أنها عملات رقمية أو رقمية مرمزة و ما سواها من أعداد تفوقها أضعافا مضاعفة إنما هو من الباب الذي أشرت إليه أنه يمكن أن يكون من الاحتيال و التضليل و الإيهام و من استغلال جهل المستهلكين نعطي تعريفا للمصطلحين مشفرة و مرمزة هو فقط مجرد ترجمة نعم فهي المرمزة أقرب إلى الترجمة الصحيحة نعم و لكن كلمة المشفرة أكثر معلومة لدى الناس التشفير في عالم العالم الرقمي أكثر شهرة نعم و لذلك استعملت الوصفين جميل و ما الذي يخرجه هذا الوصف يخرجه العملات الحقيقية التي تستعمل بوسائط إلكترونية كبطاقات الدفع الإلكتروني بطاقات الإتمان و بطاقات الحسم المباشر و الدفع المباشر و الشيكات السياحية و الشيكات المصدقة و الصكوك و غيرها من الأدوات المبنية على عملات حقيقية نعم و لكنها تستعمل بوسائط إلكترونية و عبر منصات رقمية نعم فهذه أخرجناها أيضا لأنها لا يمكن أن تقاس بها و قد وقع في هذا الفخ أيضا عدد من الفقهار المعاصرين لأن هذه ما هي إلا مجرد وسائل و لذلك يداخل في عموم أدوات الأداء و الدفع لكنها عبر منصات إلكترونية و بوسائط إلكترونية فهذه لا تدخل لأنها تمثل عملات حقيقية سواء كانت من العملات التي صدرت من سلطات وطنية نعم أو من هيئات على شكل اتحادات نتحدث عن العملة الوطنية لأي دولة ذات سيادة أو نتحدث عن كيان كاليورو في الاتحاد الأوروبي أو الدول المنضمة في عملة اليورو من الاتحاد الأوروبي نعم فهذه تستعمل بوسائط كما هو الشأن اليوم يمكن أن تستعمل من الهواتف الذكية من الأجهزة الذكية لكنها مبنية على العملات الوطنية المعروفة نعم و لذلك فإن وصف العملات الرقمية المرمزة أو المشفرة يخرج كل هذا نعم و يبقي نوعا و هنا سنأتي إلى الجواب نعم ماهيته لا زالت غامضة ما هو هل هذه العملات الرقمية المرمزة أثمان أو هي سلع أو هي أدوات أداء وسداد و دفع أو هي أدوات استثمارية و إن كانت أدوات استثمارية فهل هي أدوات استثمارية حقيقية أو أنها أيضا رقمية نعم هذه الأوصاف كلها إلى الآن لا زالت قائمة فيها بدليل أن أشهرها و هي عملة البيتكوين انقسمت في عام 2017 انقسمت فصارت عملة الأصلية بيتكوين و عملة أخرى تسمى بيتكوين كاش نعم البيتكوين كاش هذه يصرح المجتمع الرقمي القائم عليها أنهم في طريقهم إلى أن تصبح عملة نقدية حقيقية نعم هؤلاء يصرحون بهذا لكن الحاصل أن هذه أنها أخذت من هذه الأوصاف بطرف حتى أنني اطلعت على مقال في مجلات اقتصادية دقيقة للغاية سمتها في موضع مجمع مخزن مستودع للقيمة store of value و في نفس الموضع بعدها بسطرين سمتها بأنها أصل من الأصول أست نعم في مقال اقتصادي محكم دقيق للغاية و بني على دراسات صدر في 2019 و في نفس المقال مرة يقول بأنها عملة و مرة يقول بأنها مستودع للقيمة أو للقيم و مرة يقول بأنها أصل من الأصول يمين فهذا يؤكد على أن ماهيتها لا زالت غامضة مجهولة ليست واضحة فهنا يأتي محل البحث هل يصدق عليها هل تصدق عليها الأوصاف الشرعية للأثمان الجواب أنها إلى الآن لا يصدق عليها الوصف الشرعي للأثمان للعملات نعم هناك ثلاثة شروط الشرط الأول أن تكون شائعة ذائعة و هي ليست كذلك لا من حيث عدد المستهلكين و لا من حيث ما تستعمل فيه فعدد المستعملين لها لا يزال محصورا لا يزال محدودا و إن كانت في تنام و زيادة لكنها لم تصل إلى الحد الذي يبلغها حد الشيوع الذيوع وجود شركات كبيرة مع وجود شركات كبيرة و لكن بدأنا نرى انقساما فهذه الشركات الكبرى كل شركة تريد أن تصدر عملتها الرقمية المرمزة هذه الدولة تريد أيضا أن تصدر عملتها الرقمية المرمزة تلك الدولة تريد عملتها و تعارض العملات الأخرى فإلى الآن لم تكتسب وصف الشيوع العام لا من حيث عدد المستعملين حتى نأتي و نقول بأنه يصدق عليها طالما أن الناس قد تعارفوا و شاعت فيهم و ذاعت و حينئذ تصبح من الأثمان لا ليست هي كذلك و لا يمكن لأحد أن يجادل بالرغم من تنامي انتشارها لكنها لا زالت ضيقة محدودة و هي أيضا ضيقة محدودة فيما يتعلق بما تستعمل فيه بمعنى أنه لا يمكن أن تشترى بها كثير من الأشياء بل أغلب الأشياء لا يمكن أن تشترى بها الآن يعني منذ عام 2020 بدأت بعض منافذ البيع و وجهات الأعمال في قبول العملات الرقمية بدأت الإشكال أنه لا يمكن أنها مكلفة للغاية إذا كان سيشترى بها الأشياء اليسيرة يعني لنفترض ما يمكن أن تشتريه بالعملة الحقيقية بالنقد الحقيقي أي أن كانت العملة في مقهى في مطعم في استراحة معينة في خدمة معينة هي كلفة الحصول عليها أعظم من كلفة ما تريد أن تشتريه من ذلك المقهى أو المطعم أو الاستراحة أو ما أشبه ذلك سنأتي فيما بعد إلى ما يتعلق بمصدر هذه الكلفة الباهظة لا سيما إذا كانت مبنية على ما يعرف بالتعدين الآن الاعتبار الأول إذن الشيوع الشيوع والذيور والذيور فلم يتحقق فيها وعلى هذا فإن أهم وصف لقبولها عملة نقدية مقبولة شرعا مفقود إذن الشرط الثاني نستطيع أن نقول أنه من السابق لأوانه الآن أن نعطيها حكما شرعي أحسنتم نعم جيد وهذا يشير كما تفضلتم إلى أنها يمكن أن تتخذ هذا الوصف مستقبلا ساعتها سيكون لكل حادثة حديث جميل وستجري عليها حينئذ ما يجري على النقود و بالمناسبة النقود طرأ عليها هذا النقاش في البداية في البدايات و لعل البعض لا يزال إلى الآن لا يعدها من الأثمان و لا يجري فيها الزكاة و لا يجري لا الزكاة و لا ما يصدق على الربا و الديات و الزكوات و غيرها صحيح الشرط الثاني الذي تفتقر إليه هو أن تكون صادرة من سلطة الذي يعبر عنه في كتب الفقه حينما يتحدثون عن سكر العملات عن سك النقود يتحدثون أن تكون صادرة عن سلطان أي عن سلطة قائمة نعم تصدر قانونها تشرف عليها تتولى أمرها توفر لها الضمانات و تبعث الثقة لدى المستعملين هذه تفتقر إلى مثل هذا فليست هناك سلطة قائمة إلى الآن لا من المصارف المركزية ولا من الحكومات و إن أذنت هذا أمر مختلف من أن تسمح باستعمالها في بعض البورصات أو أسواق المال أو في بعض المنافذ هذا أمر مختلف عن قضية أن تكون هذه السلطة هي التي تتولى قانونها و إصدارها و حجمها و أسس التعامل بها و كل ما يتعلق بها و لا يتأتى هذا إلا إذا قامت الدول بإصدار عملاتها الرقمية المرمزة بعيدا عن ما تبتغيه حسب ما يظهر الآن العملات الرقمية المرمزة الموجودة حاليا من البعد عن المركزية و هذا قد يكون أمرا إيجابيا عند الكثير لكنه في ذات الوقت يجلب الكثير من المخاطر و يفقد الثقة و يجعلها مفتقرة إلى الضمانات القانونية الكافية يمكن أن يحصل ذلك كما تقدم فيما يتعلق بأن تكون شائعة ذائعة يمكن أن يحصل هذا مستقبلا و ساعتها ستكتسب هذا الوصف بمعنى أن كل دولة يكون لها عملة رقمية مشفقة دولة أو لتكتلات من الدول الأمر الثالث هو التفاوت التغير و التفاوت الكبير في قيم هذه العملات الرقمية المرمزة نعم فهي لا تحسب باليوم و لا تحسب حتى بالساعة و لا بالدقيقة و بالثانية و أنا قبل البرنامج جربت نعم في موقع موثوق لبيان حجم التغير في عملة البيتكوين مقارنة بالدولار الأمريكي في نصف دقيقة في ثلاثين ثانية بلغ مقدار الارتفاع و الانخفاض خمسمائة دولار صاحب المقال يقول يعني حينما يشتري كوبا من القهوة من المقهى نعم فيمكن أن يحصل على تخفيض بنسبة عشرين في المئة حينما يدفع بالعملة العادية أو ببطاقة ائتمان نعم ريثما تعد له قهوته يمكن أن يكون المبلغ الذي دفعه إذا كان قد دفعه بعملة رقمية مرمزة سيكون قد تضاعف بحيث أن البائع سيبيع بخسارة مضاعفة عشرات المرات نعم فلا يصح أن يقاس ما يحصل من التغير في العملات الوطنية في اليوم و الليلة و ما يمكن أن يطرأ عليها من تغير في قيمتها بناء على عوامل اقتصادية التضخم الجانب السياسي و العسكري و الوضع المالي و النقدي و إلى آخره لا يمكن أن يجرى على ما يتعلق بالعملات الرقمية لأن هذه التغيرها في الموقع هذا سترى أنه خلال الثانية الواحدة يتغير في الثانية الواحدة يتغير ارتفاعا و انخفاضا ارتفاعا و انخفاضا نعم وهي هذه العملة إذا نظر إليها خلال على سبيل المثال مدة أسبوع أو شهر ستجد أن التفاوت فيها قد يبلغ عشرة ألاف دولار نعم هي قبل أسبوع على سبيل المثال كانت بخمسين ألف البيتكوين الواحدة بخمسين ألف دولار أم بعد أسبوع صارت بستين ألف دولار نعم العملة الواحدة لأن أربعين تقريبا شيء تفاوت هائل ثم تنزل بعد ذلك إذن هذه الأوصاف الثلاثة تفتقر إليها هذه العملات وبسبب افتقارها إلى هذه الأوصاف لا يصح لا تكتسب صفة الثمنية المعتبرة المعتد بها شرعا طيب هذه الأوصاف لا بد أن تكون مجتمعة لا يلزم لا أحسنتم لا يلزم أن تكون مجتمعة لا يلزم بمعنى خاصة فيما يتعلق بالشرطين الأولين الأول والثاني فإذا أقرت سلطة قائمة عملة ما فإنه يعتد بها في تلك الدولة على الأقل وإن لم تكن شائعة ذائعة بعد وإذا حصل الشيوع عند عموم الناس بعضهم يقول أن يكون ذلك أكثر من نصف الناس يتعاملون بها فحينئذ أيضا تكتسب الثمنية والاستقرار الاستقرار يعني القضية أنه لا يمكن لا يمكن إطراده في كل العملات الرقمية على سبيل المثال ما يحصل في البيتكوين قد لا يحصل في غيرها من العملات البيتكوين كاش على سبيل المثال أقل اضطرابا لكن لأنها الأشهر والأنظار تتجه إليها ولعل الأنظار تتجه إليها بسبب هذا التغير الكبير رغم أنها مجهولة المصدر هذا سبب آخر لكن إذا وجدت سلطة قائمة أو وجد صار لها شيوع وذيوع فلا إشكال حينئذ وإلا فإنهم حينما يعبرون في المقالات يقال لك المجتمع الرقمي من هو هذا المجتمع الرقمي من فيه هذه قضية يعني بالغة التعقيد كذلك يعني هذا لا يتصل الآن بالوصف الشرعي وإنما مما ينبغي لنا نحن أيضا أن نتعرف عليه هو ما يقوله أصحاب هذه العملات عنها فعلى سبيل المثال هم يقرون بأنها بأن الحصول عليها غاية في التعقيد ليست مسألة سهلة و لذلك فإن البنية التحتية اللازمة لتعميمها و شيوعها غير مهيئة لا من جهة إصدارها و لا من جهة استعمالها فلا يظن بأن هذا الشيوع و الضيوع يمكن أن يحصل في المدى القريب نسبة الخطأ فيها بالغة يعني أنا بين يديي الآن مقال و مقال أيضا علم رصين و فيه معلومات غاية في الغرابة المقال يقول ماذا فيه في 2019 أيضا نعم بأن الذين خسروا أموالهم بسبب خطأ في الاستخدام في الاستخدام بلغت نسبتهم 18% نعم طبعا نتحدث عن ملايين دولارات طبعا هذا بسبب خطأ في الاستعمال حتى لا يقارن بأنه يمكن في بطاقة الاعتمان أو في وسائل الدفع الإلكترونية للعملات الوطنية أن يحصل نعم يحصل خطأ لكن ليس بهذا الحجم و يندر أن يحصل مثل هذا الخطأ الذين خسروا أموالهم بسبب التصيد السيبراني نعم 6% 6% الذين في الدراسة الإحصائية هذه من هم داخلون في هذه العملات الرقمية في البيتكوين تحديدا و سؤلوا هل أنتم واثقون بأن خطط الدفع ستكون حسب ما تخططون الذين أجابوا نعم هم 25% فقط الربع نعم يعني هم يستعملونها و لكن الأغلب منهم السواد الأعظم منهم على غير ثقة أن الأمور ستسير كما هو مخطط له و نسبة استعمالهم لها يعني و لو مر في الأسبوع بلغت 11% و أما الباقون فهم يحتفظون بهذه الأموال لا يعرف هذه الأموال الرقمية و لذلك قلت في بداية الحديث ما ما هيتها هل هي سلعة هل هي أدوات استثمارية و ما نوع هذا الاستثمار ما الذي هناك جوانب أخرى تتعلق ب بالحصول على هذه المحفظة يعني ليس الشراء بالنقد أو الشراء بعملات موجودة و إنما إيجاد يعني نعرف العملات الوطنية تصدرها في الغالب إما المصارف المركزية بناء على سيادة الدولة على هذا الشان لكن من الذي يصدر هذه المحفظة إذا ازداد الطلب عليها و أريد أن تضخ في محفظة العملات الرقمية من الذي يصدرها هذا هو السؤال الذي تفضلتم بأن المصدر مجهول لكن هناك مجتمع من المتعاملين من خلال ما يعرف ببلوكتشينز سلاسل الكتل في خوارزميات معقدة للغاية تستهلك الكثير من الطاقة أحد هؤلاء أعلن أنه حتى يتمكن من أن ينشئ هناك يعني هذه الكتل تجمع تحت شعار يسمى هاش نعم بها يستطيع أن ينتجوا أن يضيفوا لنقل أو ينتجوا عملة بيتكوين واحدة نعم فكانت فاتورة استعماله للطاقة الكهربائية ثلاثمائة ألف دولار في الشهر في الشهر نعم لواحدة لعملة بيتكوين لإصدارها لإنتاجها أو كما يعبرون لخلقها لا نتحدث عن تداولها أو شرائها بنقل وإنما لإنتاجها نعم لإصدارها طبعا لواحدة تساوي أربعين دولار مثلا و لا نحن تعيب عملة بيتكوين واحدة البيتكوين هذه التي ستساوي نعم بحسب سعرها في السوق أربعين ألف دولار أو خمسين ألف دولار نعم هذه احتاج إلى أن يدفع للطاقة الكهربائية ثلاثمائة ألف دولار نعم و كم بذل من وقت في ذلك ما هي التقنيات التي يستعملها لأجل الأجهزة التي يستعملها الشرائح الموجودة في هذه الأجهزة الحاصل أن هذه يعني ليست بالسهولة التي يتصورها الناس لكن ما يعنينا هو ما تقدم ذكره من هل هي هل يصدق عليها أنها من الأثمان نعم و الجواب المختصر المباشر أن شيئا من الأوصاف المحتاج إليها لتكون من الأثمان المعتد بها شرعا لا يصدق عليها طيب فضل جاتش هل هي من العملات المعتد بها شرعا هل هي كالنقود التي يعتد بها أثمانا نعم كما هو الشأن في النقود الورقية هي ليست كذلك نعم الآن ما يتعلق بمخاطرة الناس في أن يدخلوا في هذا المجال هذا يعتمد عليهم يعني هي إن كانت سلعا لا نستطيع أن نقول بأنه يمنع من شراء السلع وبيعها إن كانت أثمانا حتى عند من يتعامل بها فعلى المسلم حينما يتعامل بها أن يراعي الشروط الشرعية الواردة فيما يتعلق بالصرف نعم فلابد من القبض والقبض هنا أن يكون قبضا حكميا لا يتصور القبض الحقيقي و يعني إذا كان البيع متفاضلا فلابد من القبض أما إذا كانت بدون تفاضل ويدا بيد فلا إشكال في الموضوع نعم إذن الحاصل أنه لا بد من بيان وصفها أو بيان ماهيتها ثم بعد ذلك تكون الأحكام المترتبة على هذه الأحكام الشرعية المصاحبة للماهيات نعم فإن بيع على كما نعرف يعني حيث الرسول صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح والتمر بالتمر ربا إلا هاء و هاء مثلا بمثل نعم فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم يدا بيد نعم من هذه الأجناس هذه الأجناس الربوية المذكورة في حديث رسول الله صلى الله عليه و عليه وسلم إذا كانت ستباع متفاضلة أي أن يبيع ذهبا بفضة على سبيل المثال فلا بد من التقابل أما إذا كانت غير ليست بأثمان وإنما كانت من السلع أو من الأدوات الاستثمارية الأخرى فينظر أيضا فيه إذا كانت أداة استثمارية ما الذي تشتمل عليه هل تشتمل على نقود وتشتمل على سلع فحينئذ لا بد من النقود من الشرط السابق وأما في السلع والمنافع فإن حينئذ يمكن أن تكون المعاوضة فيها بعيدا عن شرط المثلية والتقابض في المجلس الواحد إذن لكل وصف منها أحكام شرعية تترتب على ذلك الوصف في هذه الحلقة سنقتصر على هذه العملة فقط إن شاء الله تعالى سنضع حلقة أخرى عن الفوركس وغيرهم العملات الفوركس هي ليس عملة للتنبيه فقط صحيح إنما أيضا معاملة ألكترونية هي سوق تجارة العملات نعم صحيح و النظام للبورصات الإلكترونية نعم محسن الأخ خلال يقول ما حكم من يقوم بتعدين العملات الرقمية باستخدام الطاقة الخضراء نعم هو ما مفهوم التعدين نعم حتى يدرك الناس و لا يظنوا أن هناك تعدين حقيقيا نعم التعدين المقصول به كلمة مأخوذة من أيضا المصطلح في اللغة الإنجليزية ميننغ نعم و يقصد به الوسيلة التي يكون بها إصدار هذه العملات و هو الذي تحدثت عنه فيما مضى نعم هذه المحفظة محفظة عملات البيتكوين على سبيل المثال نعم محدودة يتداولها الناس فيما بينهم فإذا ازداد الطلب عليها و بدت حاجة إلى ضخ مزيد منها إلى خلق كما يقولون أو إيجاد مزيد منها نعم فإن الداخلين في هذا المجتمع الرقمي يقومون بسلسلة من المعاملات الإلكترونية لتشكيل كتل هذه الكتل بعد ذلك ترتقي إذا نجحوا فيها لتصل إلى ما يعرف بالرمز أو هاش الذي يؤهلهم إلى أن يحصلوا أن يتمكنوا إذا نجحوا في هذه العملية من إصدار عملة رقمية واحدة لها رمز مشفر خاص بها ولو تغير فيه حرف أو رقم أو رمز واحد لتغيرت تماما نعم وبهذا يمكن يعني هذه فائدة سلاسل الكتل أو البلوك تشينز أنها بمثابة السجل الحافظ لهذه الحسابات جميل فتمنع التزوير والاحتيال وما سوى ذلك الآن هذه العمليات الرقمية التي يقوم بها هؤلاء هي التي تسمى التعدين نعم وهي التي تحتاج إلى طاقة هائلة جدا لأن الأجهزة التي تستعمل نعم ليست هذه الأجهزة أجهزة الحواسيب العادية لا بد لها من أجهزة ذات قدرات هائلة جدا وتجتمع هذه الأجهزة ولذلك تسمى سلاسل الكتل لأنها عبارة عن كتلة بعد كتلة بعد كتلة ليصلوا إلى النتيجة النهائية فتحتاج إلى طاقة هائلة الآن الكثير ممن يعارض العملات الرقمية يعترض عليهم نعم وهو الذي حصل مع يعني الشركات التي تنتج سيارات صديقة للبيئة نعم فيعني اعترض عليهم حينما دخلوا هذا المجال بأن ما تستهلكه التعدين ما يستدعيه إنتاج هذه العملات الرقمية أو عملة البتكوين هو استنزاف للبيئة و مواردها لأنه يحتاج إلى طاقة هائلة جدا فأتى هنا هذا الأمر أنه يمكن أن تستخدم الطاقة الصديقة للبيئة أو ما تعرف بالطاقة البديلة الحقيقة أنه إلى الآن هذا كلام النظري إلى الآن هناك محاولات لتمكن من توفير مصادر للطاقة تكون صديقة للبيئة في سبيل إنتاج لكن حتى هذه المصادر حولها ما يعرف بالاتجار بالبشر في البلدان الأقل حظا البلدان الفقيرة التي توجد فيها المعادن المستعملة لإنتاج الطاقة بعيدا أيضا عن الأنظمة و التشريعات المنظمة للتنمية المستدامة فهو كلام فيه نظر لكن أن لو حصل ذلك فلا إشكال هو ليس الإشكال الشرعي متعلقا بحجم ما تستهلكه من طاقة و إن كان هذا الأمر يستدعي النظر أيضا من قبل الفقهاء نظرا لأن هذا الدين دين شامل يرعى هذه البيئة و حفظ مواردها و الاعتدال في استنزاف هذه أو في استهلاك هذه الموارد لمصلحة هذا الإنسان فإذا كان إنتاج هذه العملات سيؤدي إلى استنزاف هذه الموارد و سيفقر شعوبا و أمما من مواردها الطبيعية فإن هذه القضية جديرة بالنظر فيها أيضا لتضاف إلى ما تقدم ذكره من الاعتبارات الشرعية المانعة من إطلاق وصف الثمانية على هذه العملات لكن إذا وجد ما يخفف من هذه الكلفة و ما يكون مصدرا صديقا للبيئة في إنتاجها فهذا يعني ينفي هذا المحذور لكنه لا يغير من الحقيقة شيئا إذن تكلفة الإنتاج أغلى من ثمن استدعات نفسها هي اليوم لا نقول نظرا لما بلغته العملة هاليوم نعم صحيح يعني تقريبا 100 ألف مليون عملة ربما أصدرت إلى الآن نعم أو أكثر يعني طيب سؤاله الثاني الأخ لال عبدالي ما حكم من يقوم بشراء عملة رقمية من أجل الاتخار للمستقبل و ليس للتداول و إذا كان جائزا هل يدخل في حكم الزكاة و كم مقداره مع العلم بأن العملة متذبذبة كما تفضلتم هو يعني يشتريها و يمتلكها بأي وصف نعم إذا كان بوصف أنها ثمن من الأثمان فقد تقدم أنها ليست كذلك شرعا و إذا كان على سبيل الموافقة للمجتمع العالمي الذي يتعامل بها فقد تقدم أيضا أنها حتى بناء على ذلك تتناوشها أوصاف شتى نعم بدليل أنها يصدق عليها كما تقدم رأيت في مجلات اقتصادية متخصصة أنها في المقال الواحد يصفونها عدة أوصاف و هذا لا يحصل على سبيل المثال لا يحصل في العملات الوطنية و لا يحصل في التعاملات الإلكترونية لكنه حاصل هذا الاضطراب حاصل في العملات الرقمية نعم لكن مع ذلك الاحتياط أن يتعامل معها كما يصنفها القائمون عليها تغليبا أنها عملة فهذا أحوط له في دينه بحيث أنه يراعي أحكام الصرف المعروفة و التي تقدم ذكر أهمها و الله تعالى سيكون ربما هذا السؤال الأخير ولكن أردنا أن تكون هذه الحلقة كلها عن العملة الرقمية نعم يقول السائل في حلقة ماضية أفتها الدكتور بعدم جواز تداول العملة الرقمية بيتكوين صحيح نعم لكن لم تصدر هذه الفتوى هو الجواب اليوم تفصيل للجواب السابق جميل الآن سؤالي يقول سؤالي عن العملات الأخرى التي أصدرتها شركات مسجلة و لكنها تدار بالذكاء الاصطناعي بدون تدخل للإنسان و تتغير قيمتها حسب العرض و الطلب و أخص بالذكر عملة إيثروم هي يعني الإيثرون هي ثاني عملة بعد البيتكوين و كلها يدخل فيه ذكاء هذا يعني ذكاء الاصطناعي و بلوك تشينز سلاسل الكتل كلها داخل في العملات الرقمية كلها داخل و يصدق عليها ما يصدق على ما تقدم ذكره في العملات الرقمية المرمزة فليست هي استثناء هي ثاني عملة حسب ما أعرف هي ثاني عملة بعد البيتكوين تأخذ نفس الأحكام أيضا فايز السلم يسأل عن عملة لكن نسبة التفاوت فيها ليس كالتفاوت في البيتكوين و قيمتها ليست كقيمة البيتكوين نعم فايز السلم أيضا يسأل عن عملة داك كوين نعم أو داك كوين نعم إذن تأخذ نفسها لا لا هذه مختلفة هذه ليست عملة رقمية على الصحيح نعم و للأسف الشريط فهي منتشرة في بلداننا في دول الخليج عندنا في السلطنة في دول الخليج في البلاد العربية لكن ببحث متواضع قمت به هذه تجمع التسويق الشبكي نعم بالإضافة إلى أنها ليست عملة على الصحيح سيأتي المؤيدون لها و يقولون بأن حكومة أو بأن جهة ما في إستونيا قد اعتدت بها و أن الفتوى الشرعية و ما ذكرت و أنا من فتوى في هذا الشأن هو يعني ذكره كثير من الفقهاء المعاصرين نعم بأن جهة أن سلطة قائمة تشرف عليها و تصدر قوانينها فهذا حاصل في هذه العملة لكن صحيح أنها ليست بعملة و قد حذر منها كثير من الاقتصاديين لأن الشبهات حولها كثيرة و هي قائمة على التسويق الشبكي أيضا فهي تجمع مساوئة أكثر و محاذير واضحة و لذلك فإن كان يتسع سأستضرد فينا كان الوقت يتسع للأسف لم يبقى سوى إذن باختصار شديد و غير صحيح غير صحيح أن تأذن دولة ما أو جهة ما بتداول أمر من الأمور لا يكسبه شرعية و إنما هناك اعتبارات أخرى روعية في إصدار ذلك التصريح لكن هل هي عملة؟ الصحيح أنها ليست بعملة و هي قائمة فعلا على التسويق شبك على خلاف هذه العملات هذه العملات فيها على الأقل العملات الرقمية فيها معاوضات و لها قيم تعادل بالعملات الوطنية أو بكثير من العملات الوطنية أو بغيرها من العملات أو بعدد من العملات هذه لها أسواق مال لكن في الغالب أسواق المال أسواق رقمية أما هذه العملة داك كوين فكما تقدم هي ليست بعملة و هناك كثير من من حذر منها و قائمة أيضا كما قلت على محذور آخر وهو التسويق الشبكي يزاكم الله خير فضل الشيخ إن شاء الله في حلقة أخرى سننهقش الكثير لأن الأسئلة كثيرة و يبدو أن الناس بالفعل دخلوا في هذه المواضيع بقوة و يتداولونها و يتمنوا أن يكون فيها أيضا تفصيل شرعي شكرا لكم فضل الشيخ عزائنا الكرام تحدثنا في هذه الحلقة عن العملات الرقمية و أعطينا تفصيل كبيرا فيها أرجو أن تكون نافعة و نبيح لكم أن تتداولوا هذه الحلقة مجانا من غير أن تدفعوا عملة رقمية أو عملة أصلية أشكر و إياكم فضيلة الشيخ الجليل الدكتور كهلان بن أبهان الخروصي مساعد مفتن عامل السلطان شكرا لكم شكرا لكم على متابعتكم في الحلقة القادمة إن شاء الله سنترق أيضا موضوع الفوركس و التعامل في سوق المال و نلقاكم بإذن الله و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته